الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الاستعاذة والبسملة في هذه المحاضرة المباركة قلنا في المحاضرات السابقة أن الأسئلة عبارة عن اختيار متعدد وأسئلة صح وخطأ ممكن يجي أسئلة توصيل أعمدة فمن أن ننتبه في الاستعاذة والبسملة يعني كيف بدأت تكون الأسئلة من خلال أيضا الشرح الاستعاذة قال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه سميع عليم هذه لفظ الاستعاذة لفظ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو المختار والمشهور لو أجي اختيار متعدد المختار والمشهور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن هناك صيعة أخرى أعوذ بالله العظيم وابواجه الكريم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعني أكثر من صيغة للاستعاذة إذن الاستعاذة لها صياغ متعددة كما قلنا ما هو معنى الاستعاذة؟ معنى الاستعاذة أعوذ بمعنى ألجأ أحتمي ألوذ كلها يعني أعتصم أتحصن كلها تدلل أنني ضعيف يا الله وأريد منك أن تحميني من الشيطان الرجيم أيضا الشيطان معنى الشيطان المتمرد العاتي قال الإمام القرطبي سمي الشيطان شيطانا لأنه بعيد عن الحق لأنه عتى وتشيطن شطن يعني بعد عن الحق يعني والشطن الحبل من كثرة امتداده ممدود يعني طويل وقيل الشيطان من شاط يشيطه بمعنى الهلاك يعني إذا هلك أو احترق والرجيم هو المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله حكم الاستعاذة حكمها مستحب عند الجمهور وهذا في الاختيار المتعدد والصح والخطأ الاستعاذة عند الجمهور مستحبة لكن إذا أجأ سؤال وقال البعض عند البعض عند البعض واجبة كالإمام الشاطبي عند البعض واجبة لكن رأي الجمهور الاستعاذة مستحبة وقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله هذا عند جمهور العلماء الأمر هنا فاستعذ فعل الأمر هذا فعل الأمر للاستحباب والندب وليس للوجوب وليس للوجوب إذن رأي الجمهور في الاستعاذة الاستحباب والندب وعند البعض الاستعاذة حكمها واجبة أما الاستعاذة حكمها من حيث الجهر والإصرار فهناك مواطن يخفي الطالب والقارئ فيها الاستعاذة وهناك يجهر بالاستعاذة يعني بصوت مرتفع إذا كان القارئ يقرأ سرا سواء أكان منفردا أم في مجلس يقرأ قراءة سرية فهنا يخفي الاستعاذة مش شرط يقرأ قراءة سرية وعند الاستعاذة يجهر لا أنا بقرأ بالسر إلي لنفسي الاستعاذة سرا إذا كنت أقرأ خاليا لوحدي وما فيش أحد عندي قراءة إيش الاستعاذة بطريقة خفية يعني سرية إذا أنا بقرأ في الصلاة وبدأ أستعيد بله في بداية الصلاة كما هو المسنون فمن الشرط أن أرفع صوتي أو أنا كنت إمام ليس من الضروري أن أرفع صوتي فالاستعاذة تكون خفية أي سرية أيضا إذا كان يقرأ وسط جماعي تدارسون القرآن كان يكون فيه مقرأة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة يعني مجموعة عند المحاضر يقرأ أنت الطالب 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 الخمس يقرأ لا يجهر لكن الطالب الأول يجهر بالاستعاذة عدى ذلك يستحب الجهر بالاستعاذة كالاحتفالات أو من يريد أن يتعلم أو يعلم غيره الاستعاذة فهذه مواطن يجهر فيها في هذا الموطن لطائف الاستعاذة تطهر الفم يعني تدخلك في حصن الرب سبحانه وتعالى تحميك من الشيطان يعني هذه كلها أمور مهمة أن نعرفها تبعد عنك الوسوسة يعني تصفي ذهنك فهذه لطائف الاستعاذة البسملة تكلمنا عن الاستعاذة لوحدها الآن لسه ما وصلنا الاستعاذة بالبسملة نتكلم كالاستعاذة منفصلة وسيأتي يعني البيان استعاذة مع بسملة نأخذ البسملة لحال البسملة في الاختيار المتعدد والصح والخطأ مهم يعرف الطالب أنه جاءت البسملة في القرآن 114 مرة هذا مهم هذا السؤال متكرر على عدد سور القرآن ما عدد سورة التوبة ما فيها بسملة هاي سؤالين بيجي في سورة النمل جاءت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم مرتين في أول السورة ووسط السورة هذه كلها إيش مواطن أسئلة للصح والخطأ أو المتعدد لفظ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم معنى البسملة يعني الإسم بسم الله الإسم يعني من السمة والعلامة وقال بعضهم من السمو والعلو والارتفاع لأن أنت قاعد يعني ترفع من شأن الله سبحانه وتعالى فيرتفع شأنك أيضا برفعك لشأن الله وتوقيرك له ولفظ الجلالة هو الإسم الأعظم على أرجح الأقوال الرحمن صفة مشتقة من الرحمة والرحيم هذه تدل على المرحوم الرحمن يدل على الخالق سبحانه والرحيم يدل على المرحوم وهو الإنسان برحمة الله سبحانه وتعالى ابن القيم رحمه الله بيقول الرحمن كما قلت دال على لفظ الجلالة والمرحوم دال على الإنسان واستدل بقوله إنه بهم رؤوف رحيم يعني كلمة الرحيم تدل على الإنسان أما رحيماً اللي هو يعني الله سبحانه وتعالى هو الرحمن فلفظ الرحيم يدل على الإنسان ولفظ الرحمن يدل على الله سبحانه وتعالى الموصوف بالرحمن معنى البسملة يعني أقرأ حال كوني بسملة يعني عدم أبدى العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر يعني أبدأ عملي ببسم الله بسم الله أقرأ بسم الله أكل بسم الله أشرب بسم الله أجلس بسم الله أركب يعني عندما أبدأ العمل أقول بسم الله حتى تحصل البركة ويذهب الشيطان حكم الاستعاذة حكم قراءة البسملة قبل قراءة القرآن البسملة قبل القرآن يعني قبل ما أقرأ يعني أول شيء لها أربعة أحوال الحالة الأولى إذا كانت البسملة أول الصورة غير براءة فقد نص الأئمة على أنها مستحبة في أول كل صورة حكم البسملة أول الصورة غير براءة مستحبة حكم البسملة أول الصورة مستحبة بعد براءة هذا الحالة الأولى الحالة الأولى عند أول الصورة الحالة الثانية في وسط الصورة في وسط الصورة الجمهور من العلماء بيقول في وسط الصورة جائز أن تبسمل ويجوز أن لا تبسمل يعني على الجواز على الجواز لأن الله سبحانه وتعالى يعني هناك آيات في القرآن الكريم إذا أتيت بالبسملة ثم أتيت بهذه الآيات يختل المعنى فلذلك قال العلماء جواز البسملة وسط الصورة مربوط بشروط نيجي نشوف هذه الشروط إذا كان الضمير يعود على البسملة يعني لو أنا بدأقول بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة أو أقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات من الذي يرد إليه علم الساعة الله من الذي أنشأ جنات الله إذن هنا ما في مشكلة ما في مشكلة إنه أنا أجيب لكن إذا أنا بدي أجيب الاستعاذة لو أنا بدي أجيب استعاذة ده أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد هنا الاستعاذة مرفوضة إذن البسملة مسموح لكن الاستعاذة وآتي بالآية إليه يرد علم الساعة فهنا الاستعاذة مرفوضة وهنا من الأمور التي ينبغي أن يفهمها الطالب في الأسئلة وفي الحياة العملية ما بينفع أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه فبكون الشيطان هو الذي ترد إليه أو يرد إليه علم الساعة كمان لما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ بصير الشيطان الذي أنشأ جنات فهنا يحرم الاستعاذة بوصلها مع وهو وتحرم الاستعاذة بوصلها مع إليه لأنه هنا الاستعاذة فيها بشاعة وإيهام ورجوع لأنه الضمير يجعل الشيطان لكن البسملة مع هذه الآيات في وسط الصورة جائز للقارئ الحالة الثالثة قراءة البسملة في ابتداء سورة براءة فلا يكاد العلماء يختلف في ذلك كراها معلومة عند الجميع ما في بسملة عند أول براءة علة ذلك أن سورة براءة نزلت بالسيف لتفضح المنافقين وغيرهم ممن جرى يعني جريانهم الحالة الرابعة أنا بدي أقرأ البسملة في أثناء سورة براءة قال الإمام السخاوي يسن البداءة أثناءها بالتسمية وفرق بين أثنائها وأولها ومنهم من قال بالكراها وهو الأصوب إذن الأرجح عند العلماء إنه وسط براءة في كراها الذي أجاز البسملة وسط سورة براءة الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي رحمهما الله تعالى إذن من الذي أجاز بسملة وسط براءة الإمام السخاوي فقط وباقي العلماء وسط براءة البسملة وسط براءة كراها طب أول براءة بالإجماع كراها الآن من أن أخذ أوجه قراءة الاستعاذة والبسملة الآن حكم القراءة بالاستعاذة مع البسملة مع بداية الصورة أنا حابب تنتبهوا كمان معاي على اللوح عشان يعني يكون الأمر بإذن الله أوضح وتركزه معاي في عندي الاستعاذة وفي عندي البسملة وفي عندي أول الصورة استعاذة بسملة وأول الصورة هذه الاستعاذة من أن نقول عنها واحد البسملة من أن نقول عنها تنين أول الصورة من أن نقول عنها تلاتة الآن رقم واحد قطع الجميع قطع الجميع يعني أقول استعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسكت بسم الله الرحمن الرحيم وأسكت وقل هو الله أحد أول الصورة وأسكت هذا وجه اسمه إيش قطع الجميع هذا الوجه الأول إذن الوجه الأول قطع الجميع استعاذة يعني أقف بسملة أقف بعدين أخش على قول هو الله أحد هذا إيش الحالة الأولى الحالة الثانية بدي أوصل الجميع واحد زائد اثنين زائد ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد وصلت الاستعاذة بالبسملة بأول الصورة هذا اسمه وصل الجميع طيب الحالة الثالثة أنا بدي أقطع الأول هذا بدي أقول هنا وأسكت يعني أقف أوصل إلى ثاني في الثالثة وقد قف وأوصل الثاني بالثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عقفfin بسم الله الرحمن الرحيم كلم يقوله والله أحد هذا إيش اسمه قطع الأول ووصل الثاني بالثالث الحالة الرابعة وصل الأول بالثاني وقطع الثالث بدأقول الأول مين هو الأول الاستعاذة طب مين الثاني البسملة طب الثالث أول الصورة بدأقول واحد زائد اثنين وأقف بعدين ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد كم وجسر عندي أربع وجوه جائزة تابعوا لسؤال المتعدد والصح والخطأ هناك أربع وجوه جائزة بين الاستعاذة والبسملة وأول الصورة استعاذة بسملة أول الصورة مع بعض أربع وجوه جائزة كمان مرة إذا أنا بدي أقرأ الاستعاذة مع البسملة مع أول الصورة ثلاثة معا في عندي أربع وجوه جائزة قطع الجميع وصل الجميع قطع الأول عن الثاني ووصل الثاني بالثالث وصل الأول بالثاني وقطع الثاني عن الثالث هذه أربع وجوه للبسملة كلها جائزة الآن أنا بدي الاستعاذة بغير أول الصورة استعاذة بغير أول الصورة استعاذة مع إذا ابتدأ القارئ من غير أول الصورة فإن أتى بالبسملة فله الأوجه الأربعة وإن لم يأتي بالبسملة جازة له وجهان فقط كيف يعني أنا بدي أستعاذ وبدأ أخش على وسط الصورة هذه الاستعاذة وخش على وسط الصورة قلت بجوز أقول استعاذة أقف وسط الصورة وأوصل استعاذة زائد وسط الصورة بشرط ما هو الشرط أن أوصل الاستعاذة بوسط الصورة إنه ما يكون لفظ يقول على الله أو لفظ يقول على الشيطان يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقف إن الذين كفروا سواء عليهم هذا قطع الجميع هذا استعاذة وقفت وسط الصورة وصل الجميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم بجوز لأنه فيش ضمير يعود على الرجيم لكن لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه كما تحدثت في السابق فهذا الوجه لا يجوز إذن هذان الوجهان جائزان لكن شرط هذا الوجه لا يأتي ضمير يعود على الشيطان لا يأتي ضمير يعود على الشيطان زي إلهي ردع المساعة وهو الذي أنشأ جنات مع رشاد كما بينا لا يجوز الوصل إذا كانت كلمة الرب أو كلمة الرسول أو كلمة ملك تعود فهذا في إهام وبشاعة هذا الكلام بينا لو قلت الشيطان الرجيم إليه بصير الشيطان هو الذي يرد إليه علم الساعة لو قلت وعنده مفاتح الغيب بصير الشيطان عنده مفاتح الغيب فهذه الحالات لا يجوز هذا الوجه هايش يجوز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقف إليه يرد بفصل إليه يرد علم الساعة عشان السامع ما يفهمش أن الذي يرد إليه علم الساعة هو الشيطان والعياذ بالله أيضا لا يجوز أن لو بدأقول كمان هنا مش الاستعاذة البسملة البسملة مع وسط الصورة لو أنا بدأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان بسملة مش استعاذة بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان ويعدكم الفقر بصير الرحيم هو الشيطان معاذ الله إذن إذا بدأ أوصل البسملة في وسط مع وسط الصورة برضو بدأ أراعي إنه ما يكونش لفظ يعود على أو ضمير يعود على الرحيم ما يكونش ضمير يعود على الرحيم حتى لا يتشوه المعنى ويكون هناك بشاعة وفساد في المعنى مثال بسم الله الرحمن الرحيم نقول لعنه الله فهذا لا يجوز وهذا لا يجوز إذن هذا من الوجوه الممنوعة في وصل البسملة مع وسط الصورة أو مع وسط الصورة لكن إذا ما في ضمير يجوز يعني وصل الجميع أو يعني قطع الجميع الآن البسملة عند الجمع بين الصورتين أنا بدأ أجيب بسملة لكن بين صورتين البسملة بين الصورتين ركزوا معي في عندي آخر الصورة في عندي البسملة أول الصورة آخر الصورة نقول عنها واحد هذه اتنين هذه تلاتة قطع الجميع آخر الصورة وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدْ هاي قطعت أقف بسم الله الرحمن الرحيم أقف هذا اسمه ياش واحد قطع ياش قطع الجميع يعني غير المغضوب عليهم والضالين بقف بسم الله الرحمن الرحيم بقف قل هو الله أحد هذا صورة جديدة هذا اسمه قطع الجميع جائز ها نحط عليه صح يجوز الوجه الثاني وصل الجميع واحد زائد اثنين زائد تلاتة هذا الوجه الثاني يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين بدي أوصل ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد وصلت الجميع وصلت نهاية الفاتحة مع ايش مع اول الاخلاص وجبت بسم الله وسط هاتين الصورتين فهذا اسمه وصل الجميع ايضا جائز هاي الحالة الثانية حالة الثالثة بدي اقطع الاول هذا الاول بدي اقطعه بقف واوصل التاني ايش التاني يعني البسملة ايش الاول اخر الصورة واوصل الثاني بالثالث يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقفت على الضالين الان بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد وصلت الثاني بالثالث هذا الوجه الثالث يجوز طبعا يجوز الان في وجه ممتنع هذا الوجه الممتنع اللي هو عندي واحد وعندي اثنين وعندي ثلاث الوجه الممتنع مهم هذا في الاختيار المتعدد والصح والخطأ انتبه كويس الوجه الممتنع اخر الصورة يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبعدين اقول على طول اجيبها بسم الله الرحمن الرحيم واقف اقف هذا خطأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وقفت قل هو الله أحد هذا وجه ممتنع يعني جعلت البسملة اخر صورة يش الفاتحة خليت البسملة اخر صورة الفاتحة ووقفت فالسامع الان يتوهم ان هذه البسملة اية من صورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ووقفت الآن السامع بقول لك هذه بسم الله الرحمن الرحيم اية من وين من الفاتحة فهنا واحد زائد اثنين ووقف واجيب قل هو الله وحد هذا وجه ممتنع خطأ علة ذلك وهذا موطن سؤال العلة امرين هناك امران الامر الاول يتوهم السامع ان البسملة من نهاية صورة الفاتحة هذا واحد اثنين شرعة البسملة اللي هي اثنين هادي شرعة لأوائل الصور نبدأ فيها في أوائل الصور ما شرعة لأواخر الصور يعني هذه البسملة موجودة عشان اول الصورة مش موجودة عشان ايش اخر الصورة اذا هذا هو الوجه الممتنع الان في اشي مهم وان شاء الله ننهي الاستعادة والبسملة راكزوا بس معاي في عندي الانفال اخر الانفال ان الله بكل شيء عليم يعني هذا موجود ان الله بكل شيء عليم بعدها براءة من الله ورسوله الوقوف على نهاية الانفال ثم الابتداء باول التوبة هنا في عندي ثلاثة اوجه ثلاثة اوجه ثلاثة اوجه الوجه الاول السكت يعني بدي اقول ان الله بكل شيء عليم وهنا اسكت ان الله بكل شيء عليم براءة هذا الوجه الاول ما هو؟ السكت بعد ما قلت عليم سكتت اذا الوجه الاول السكت الوجه الثاني بدون وقف ولا سكت يعني وصل ان الله بكل شيء عليم براءة من الله يعني جبت الحكم جبت الحكم اذا سكتت قطعت الجميع وصلت الجميع ثلاثة امور بين اخر الانفال واول التوبة بين اخر الانفال واول التوبة ثلاثة وجوه اخر الانفال مع اول التوبة ثلاثة وجوه واحد اثنين ثلاثة وصل الجميع قطع الجميع السكت هذه الوجوه الثلاثة بدنا نعرفها انه اي عندي الفاتحة وهي الناس وهي الانفال وهي التوبة ركزوا معاي هذا السؤال مهم اذا بدي اقرأ اخر الانفال مع التوبة ثلاثة وجوه طيب هيا اول التوبة وهي اخر التوبة اخر التوبة مع اول التوبة وجه واحد وجها واحدا فقط وهو قطع الجميع اي صورة اي صورة قبل الانفال مع التوبة ثلاثة وجوه اي صورة قبل التوبة مع اول التوبة ثلاثة وجوه اي صورة بعد التوبة مع اول التوبة قطع الجميع فقط بدي اعيدهم وننهي اي صورة من التوبة وهيك يعني من الفاتحة الاول التوبة بدي اوصلها بالتوبة ثلاثة وجوه قطع الجميع وصل الجميع والسكت اي صورة بعد التوبة مع اول التوبة وجه واحد طب اخر التوبة مع اول التوبة وجها واحدا فقط طب الانفال مع التوبة هي نفس الاشياء ثلاثة وجوه هذا والله تعالى اعلى واعلم والى لقاء اخر بارك الله فيكم جميعا